اشتركوا في القناة اصبح فينا ناس بيمصلوا تراند لمجرد حاجات بسيطة هتكلم معاكم النهاردة في حاجات مختلفة تعالوا تشوف اول خبر وهو طلاق نجمة السوشيال ميديا السعودية وحفل طلاقها الفاخر اول حاجة معنا النهاردة هو حفل طلاق اميرة الناصر مبارح تراند على تويتر الناس بتتكلم عن حفل طلاق نجمة السوشيال ميديا السعودية اميرة الناصر البنت دي كانت في فترة من الفترات ولسه الحد النهاردة عندها اكاونت على سناب شات اللي هو يعتبر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات القصيرة لمدة 24 ساعة اميرة جمعت عدد كبير جدا من الناس الناس بيتابعوها من كل مكان بيتابعوها بقالها كتير وتجوزت واحد ربنا يصلح حاله ويصلح حالها والدنيا ماشية تمام لحد مبارح الناس تفاجئوا ان هي منزلة فيديو بتتكلم ان هي لابسة النهاردة فستان فرح اللي كان المفروض ان هي تلبسه في حفل زواجها النهاردة هي لابسها في حفل طلاقها طلعت تراند على تويتر والناس كلها بدأوا يتكلموا عن اميرة الناصر والجنان اللي هي عملته الموضوع اتأسم ما بين اتنين اتنين او فريقين يعني فريق مؤيد جدا للي هي عملته وشايف ان الموضوع حرية شخصية ومن حقها ان هي تفرح وتتبسط ومجموعة تانية شايفين ان هي ما كانش المفروض ان هي تعمل كده ولكنها عملت كده بتسعى لمزيد من الشهرة وفرقعة اعلامية الحقيقة ان الفرقعة كانت اعلامية كبيرة لان حتى النهاردة البي بي سي كتبة عنها جرائد في مصر كتبين عنها وفي السعودية والدنيا والعانى بسبب فصة الفرح اللي لابساه في الطلاق تعالوا نشوف الفيديو البسيط عنها ونرجع تاني نكمل طبعا انا ماني باول واحدة تتطلق ولا اخر واحدة واشجع كل البنات لما يتطلقن تكون لاندي هنا الطاقة الايجابية تكون لاندي هنا الطاقة الايجابية وما توقف الدنيا على احد بعد ما نشرت الفيديو اللي انتو شفتوه في كتير من الناس بينتقدوها وفي كتير من الناس بيأيدوها زي ما قلتلكو عشان كده حابب ان انتو تروحوا بسرعة معي تشوفوا الناس على تواتر كانوا بيتكلموا عنها وبيقولوا ايه تعالوا نشوف ونرجع بقى نعلق في الصح وفي السليم زي ما شفتو الناس مؤيدين ومعارضين والحقيقة ان انا اعتقد من وجهة نظري وده رأيي مش اول مرة شخص او سيدة تحديدا تعمل حفل الطلاق كتير بنشوف يمكن فيه سيدة امريكية عملت قبل كده حفل الطلاق كانت روسيا اليوم او روسيا كتبوا عنها في وقت من الاوقات والديلميل كتبت عنها وكانت عاملة الحفلة بتاعتها بيعني عاملة الحفلة زي فوتو سيشن كده عاملة جلس التصوير علشان توفق الطلاق بتاعها وكانت ردود فعل عالمية وانا عملت عنها وقتها في القناة بتاعت التانية الفيديو هحطه لكم الخبر بتاع البنت دي في الوصف وهحاول احطه لكم هنا فوق لو ينفع ان انا جيبه من قناتي التانية وجهة نظري بقى الطلاق ده من وجهة نظري ليه شقين شق ناس بتطلق وتقوم تسلم على بعض وكالترخيرك يا باحمد وكالترخيرك يا مسامية والدنيا بتخلص جميلة ولطيفة ما بين الطرفين واحدة تانية بقى او حالة تانية من حالات الطلاق بيضربوا بعض بالجزم وهم بيتطلقوا كان يوم يسود من يوم شفتك يا رب ربنا ياخدك ويبتليك بمرض وبتحصل مشاكل كتير ما بين الطرفين حتى الحصول على الطلاق فحالة اميرة يعيني هي بتقول ان انا كنت عامل الفستان ده علشان افرح فيه او افرح به يوم عيد جوازي فالبنت واضح ان حياتها كانت مستقرة مع الرجل ربنا يرزقه ويكرمه مش معنى كده ان هو رجل وحش يعني ولكن العائلات والحالات ومهما كان الناس بيبقوا طيبين مع بعض ولكن بدها سحيل الحياة ما بينهم تلاقيه مع كل الناس او تلاقيها مع كل الناس حلوين ويجوا وقت الزواج او لما يتقفل الباب عليهم تلاقي كل واحد جواه وحش للتاني فاميرة كانت يعني عايزة تحتفل بالزواج وما قدرتش ولبسته وقت الطلاق انا شايف ان اميرة زيها زي اي انثة مهما كانت اي انثة عايزة تطلق فعلا ومش قادرة تعيش مع الشخص اللي قدامها ولكن بتبقى مجروحة الطلاق بيجرح وبيكسر اي ست على ما اعتقد وفقا لوجهة نظري يعني بينما الرجال يمكن يكونوا بيقدروا ان هما يتخطوا المرحلة دي اسرع من السيدات فهي انسانة مجروحة وانسانة متغازة وانسانة من حقها ان هي تعمل مقتراه مناسب بالنسبة لها هيمكن الضجدة الاعلامية علشان هي شخصية شهيرة او معروفة على اقل في دول الخليج انا اول مرة اسمع عنها لما بقى الترند على تويتر ولكن يمكن يكون بتعمل كده علشان تحاول ان هي تبين للطرف الاخر انها لسه بخير والحياة ما انتهتش والدنيا زي الفل وما فيش اي حاجة سيبوها ما تبقوش بقى انتو والدنيا عليها سيبوها تفرح بفستان الفرح ان شاء الله يا رب يعني تخرج تتصور تعمل فاتو سيشن تسافر بفستان الفرح هي حرة محدش اشترى لها فستان الفرح ومحدش يهمه اذا كانت عملت حفل الطلاق ولا لا كل واحد يخليه في حاله احسن كده الخبر ده انتهى تعالوا نشوف بقى الخبر اللي بعد كده اما بالنسبة للخبر اللي بعد كده بقى فضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وفي الدول العربية برجل سوبرمان الراجل السوبرمان ده انتشر له موقع او مقطع على الانترنت والسوشيال ميديا تحديدا بيشكروا الراجل ده وبيكرموه لانه انقذ حياة ابنته من الموت المحقق تحت عجلات القطار المتجه لابور سعيد من محطة الاسماعيلية الدنيا تقلبت وكل المواقع بلا استثناء المصرية وسوشيال ميديا كل ما تدخل تلاقي ان الراجل ده عمل اللي لا يمكن حد يعمله والمقطع بدأ والخبر بدأ كمان على مواقع الاخبار كالتالي ان طفلة صغيرة وقعت من على رصيف اطر من الاطارات وفي اطر بيتحرك خلاص الموضوع الحق يا تلحق يا ما تلحقش الاب بكل بثالة نطق على البنت حماها لحد ما القطر ماشي والحمد الله الاتنين طلعوا سلمين غنمين المواقع كانت كتبت على الرجل السوبرمان ده بكل فخره وبكل عزة وان الراجل ده لا يمكن حد يعمل زي اللي هو عمل وهو كان سبب في انقاذ حياة ابنته الموضوع كان جميل ومشاعر لطيفة والراجل ده الناس بتدور عليه علشان تكرمه بالاضافة الى ان بعض المواقع الاخبارية راحت وعملت انترفيو مع مصور الفيديو مصور الفيديو بيقولك انا صورت الفيديو ده لما لقيت ان الراجل ده عمل كده كنت بوثق اللحظات دي علشان لقدر الله لو جرالهم حاجة ابعت الفيديو ده لأهلهم علشان يفخروا بيهم ويشوفوا الراجل ده عمل ايه لاخر لحظة في حياته لحد كده الدنيا بتثقف والدنيا جميلة والموضوع لطيف لحد ما بدأنا الاخبار تيجي من اماكن تانية على سبيل المثال من هيئة السكة الحديد بيقولك هوب استوب الموضوع مش كده خالص الراجل ده راجل مهمل واب مهمل وما يستحقش كل اللي هم عاملينه ده بيقولوا عليه على سوشيال ميديا انه سوبرمان ليه عم السكة الحديد ليه بتقول كده ما الراجل لطيف والفيديو بيقول كده وما واقع الاخبار بتقول كده هتلينا بقى انت الدليل اللي عندك ورينا ايه اللي بيحصل بيقولك ان فيه لجنة مشكلة من هيئة السكة الحديد النهاردة راجعت بعض الفيديوهات اللي كانت بتوسق الموضوع ده في قبل ما قبل الحادثة وما بعد الحادثة وقالك ان الراجل السوبرمان ده المفروض ان فيه نفق معمول للمشاء الراجل ابو البنت مكسل ان هو يعدي من نفق المشاء طب يعمل ايه؟ يعدي من على قطبان السكة الحديد عدا من على قطبان السكة الحديد وفيه قطر بتاع برسعيد واقف على القطبان في المحطة قرر ان هو يعدي ما بين القطر يعني ينزل تحت القطر ويعدي في اللحظة دي بالضبط كان القطر بيتحرك بعد ما لابو طلع اكتشف ان بنته لسه موجودة تحت ما بين القطبان وهنا نزل وحاول ينقذها وهنا عدسات الكاميرا لقطت اللقطة اللي ناش شافتها او حسوا يعني ان هو الراجل سوبرمان ولكن في الحقيقة وفقا لهيئة السكة الحديد الرجل ده رجل مخالف وسيتم تغريمه 50 جنيه كعقوبة وفقا للجنة اللي كانت موجودة النهاردة بالاضافة بقى ان تم تحرير محضر للرجل اللي صور الفيديو وقالك ان انا كنت عايز اوثق اللحظات بتاعة الرجل على القطبان يعني الرجل ده قالك ان احنا هنغرمه علشان هو صور في مكان حكومي بدون اذن كتابي او اي تصريح فالرجل ده بيصور بالمفروض ان هو ما يصورش موضوع بتاع الرجل اللي صور وما صوره ده مش شغلني مش فارق معايا وحتى ما حاولتش ان انا دور واشوف هو عقوبته ايه يعني هل هيبقى غرامة هل هيبقى حدث مش فارق معايا ولكن فارق معايا حاجتين وحاوله لكم باختصار واختلف معايا زي ما تختلف في التعليقات ما عنديش مشكلة بالعكس انا حابب ان انا اسمع وجهة نظرك الرجل ده انا وفقا للبيان بتاع هيئة السكة الحديد بصراحة انا من ساعة معرفت ان هو كان بيعدي ومكسل يعدي من النفق بيعدي من القطبان الرجل ده من وجهة نظري فعلا هو اب مهمل انت عايز تعدي ومكسل تعدي من نفق عدي انت ما تعديش بنت صغير لان القطر ده لو اتحرك في مكان غير مناسب وانت تحت انت وابنتك كنتو حتتفرمه شيء طبيعي ان اي اب ينط بقى من الرصيف يحمي بنته بغض النظر انا مش مختلف معاكو او مش مختلف مع اي حد فكرة ان هو ينط يحمي بنته فعلا هو موقف بطولي وجميل ولكن الرجل ده غلطان وهو سبب اللي حط بنته في الموقف السيئده عشان كده بصراحة انا شايف ان الاب مهمن ويريت لو كان في عقوبة اكثر من خمسين جنيه ونفس ان العقوبة دي تبقى اغلى يعني بدل اللي يعد من القطبان ده يدفع خمسين يدفع خمسمية لان الناس ما بتتعدلش الا اذا جيوبها الجرحت انما خمسين جنيه يلا مش مشكلة الموضوع بسيط ونعدي ونوفر وقتهم هم عاملين النفق ليه ما هم عاملين النفق علشان سلامتك وسلامت بنتك فانا بوجهلك رسالة لكل اب لما تبقى لوحدك ان شاء الله تنط من فوق كبري انما لما بيبقى معاك اطفالك يعني من فضلك حافظ على حياتهم مش على حياتك حياتهم مهمة وحتشيل زنبهم طول العمر لو جرانهم حاجة وحتبقى قتلتهم قتل خطأ الحاجة التانية بقى اللي انا عايز اقولها ان كل مرة بشوف احداث وبشوف حاجات فعلا بتبين قوة السوشيال ميديا هي بتقدر تعمل بطل من ورق زي فيلم اثار الحكيم ربنا يديها الصحة وممدوح عبدالعليم الله يرخمه ولكن انا عايزكوا تركزوا فعلا السوشيال ميديا سلاح خطير جدا لان مبارح الدنيا اتقلبت على الرجل وكأنه بطل فعلا بينما ان الرجل مخالفه هو من عرض حياة ابنته للحطر انا كنت مبسوط ان انا معاكو في الفيديو المنوع ده والحقيقة انا مبسوط بحجم الاخبار اللي انا ممكن اتكلم معاكو فيها في ناس لقيتها في التعليقات بتقول لي يا اخي انت لازم تعمل لنا حاجة مفيدة ايه اللي انت بتعمله ده لا يليق بك وبمقامك وحاجات كتير يعني وانا بشكرهم فعلا وانا مصدق كومنتاتهم ومصدق تعليقاتهم وشعورهم النبيل ولكن اسمحوا لي انا مش عايز حد يحطني في اطار قد اكون انا مش شايفه في نفسي سبونا اعمل الاقرب ليا والاسهل والاحسن بالنسبة لي يمكن يكون في ناس طمعانة فييا خير اكتر ان انا قدر اقدم حاجات اكتر قيمة ولكن انا ساعات بحس ان في بعض المواضيع كده انا مش اهلي ليها مع درش ان انا اتكلم فيها اكبر مني الحقيقة وحبقى باخدعكوا والمحتوى الترفيه محتوى جميل وانا بحبه وخصوصا ان بيبقى فيه اكبار غريبة ومتنوعة تشيل الضغط عننا بعد يوم صعب بنشوفه في يومنا وفي حياتنا اللي احنا عايشينها دي ربنا يطلعنا منها على خير سالمين غانمين ان شاء الله يا رب اشوفكم على خير في حلقة جديدة مع السلام